اشتركوا في القناة 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 يفوقوا في المطشات هو طول الوقت إحنا كنا متربين على كده يعني أنا كنت بقى لعب أنا صغير 34 مطش بـ 24 فوز وده اللي أنت واخد عليه واخد على الفوز يعني تعادل دي كانت تبقى كارسة يعني تعادل دي كنت تاني يوم تيجي مستخبي يعني كنت تبقى مستخبي مدير فني وأنا صغير لما أنت بقى متعادل من مطش أو حاجة و جاي تاني يوم التمرين بيبقى فيه حاجة غلط فطول الوقت متعود أنت تكسب طول الوقت بتعود أنت تاخد بطولات طول الوقت بره مصر أو جوه مصر في الناشئين سافرنا كتير جدا فنلندا وأسبانيا وبيلاك كتير جدا كنت نروح الحمد لله برضو ناخد البطولة حضرت كابتن بدر رجب؟ طبعا طبعا ده مدربي ده هو يعني من الناس هو قال لي صح قالي أنه هو عمر الحلواني صح طبعا كابتن بدر رجب من الناس عودته أعتقد حتفرق كتير برضو مع وجود الكابتن خالد بيبو كرئيسا لقطاع الناشئين وكابتن وليد سليمان نائبة لرئيس قطاع الناشئين وكابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين أعتقد الأمور هتبقى جيدة جدا لا كابتن بدر رجب ده قيمة وقامة حاجة مشرفة جدا ويعني حلوة جدا كابتن يعني كابتن بدر من الناس اللي هو ممكن اتفرج عليك عشر ده لكن تلقي تبقى لعب مميزة أو لعب مش مميز هو اللي طالع على جلده كلها وبرضو كان فيه كابتن أحمد ناجي برضو دلوقتي برضو حاجة جامدة جدا مسج دلوقتي في الكطاع الحراس المرمى برضو كابتن أحمد ناجي حاجة مميزة جدا طبعا كابتن خالد بيبو طبعا كابتن وليد سليمان عينهم حيلة بس كابتن بدر جايب بتموح جديد واشتغل في الإمارات أكتر من عشر خمشهر سنة في نادي الجزيرة نادي مش قليل فجاي بفكر جديد وجاي بفكر أوروبي أنا متأكد من المليون في المية اللي السنة الجاية هيبقى فيه شغل كتير جدا في الكطاع ناشئين زي زمان كده وتلاقي النادي الأهلي في الناشئين بيشتغلوا بيكسبوا بيأخذوا بطولات زي زمان يعني طيب خلينا نخش بقى بما أننا بنتكلم عن النادي الأهلي إيه رأيك في نتائج النادي الأهلي مؤخرا وصعود النادي الأهلي المباراة النهائية أنا الحقيقة في مثل هذه الأمور ويمكن أنت بما أنك قلت أن أنت متعلم وطول عمرك في النادي الأهلي عارف أننا أنا بشيز أتكلم كتير عن مباراة الأهلي والوداد لأنه لسه عندنا ما بين المباراة دي ومباراة الأهلي والوداد ثلاث مباراة أخرى أمبي والجيش وسراميكا وبالتالي خلينا نتكلم طبعا عايزين نعرف رأيك في نتائج النادي الأهلي مؤخرا وبعد كده نتكلم عن المباراة المحلية أنا شايف النادي الأهلي عمل إنجاز جميل جدا يحسب للعيبة والمدير الفني لسبب بس النادي الأهلي بعد ما تشت ندونس كل مصر حصل إيه في المطش جمع اللعيبة اللعيبة تحدد نفسها ومستر كورو تحدد الناس كلها ثبتوا اللي هم لعيبة كبيرة ثبتوا اللي هم عندهم شخصية ندل آلي ثبتوا اللي هم لأ بيقول للناس كلها اللي إحنا أبطال الناس كلها بتكلم عليهم دلوقتي كلام مميز جدا أنا شابوليهم بصراحة أنا من الناس اللي بحب التحدي هم تحدوا الناس كلها وهم كذبوا التحدي نقص خطوة بس بسيطة اللي إن شاء الله بتاعت الوداد وأنا واثق بإذن الله اللي هم هيعدوها ويأخدوا إن شاء الله البطولة الحداشر بإذن الناس اللي لأ أنا شاف اللي هم عاملين حاجة جمدة جدا وفي حاجة كمان مهمة ندل آلي دلوقتي بقى يدفع ويهاجم حاجة جمدة جدا كابدسلام يعني عشر مطشات دخل فيهم من هو بتنظرك الفرق يا عمر يعني قبل كده ندل آلي كان عنده بعض القصور إيه اللي حصل دلوقتي هل تجانوا الزيادة ما بين الجهاز الفني أو ما بين المدير الفني واللعبين هل اللعبين بقوا عارفين طريقة المدير الفني هل المدير الفني بقى عارف اللعبة كلها التلاتة باشا ببعض تركيز عارف المدير الفني شخصية ندل آلي تلاتة دول تولفوا بعد مطشة ساندونز أخبرك مطشة ساندونز ده كابتن إسلام أنا شاف اللي هاي نقطة تحول نقطة فالقب ربع عليك يعني دي حاجة يعني كانت حاجة كؤسة جدا اللي ندل آلي مثلا خسر عشان نقطة تحول غير طبيعية عشان يبقى ندل آلي اللي هو في ده فأنا شاف اللي هاي تلاتة شخصية ندل آلي وشخصية اللعيبة ومستر كله بقى عارف دلاتة إمكانات اللعيبة وعارف تاكتك كله بقى حافز السيستيم كله دخل السيستيم بقى حافز حتى لو دلات تشوف كابتن إسلام التغييرات اللي بتحصل تحس لوك الشطرانج اللي بيخطلع واللي بينزل بيقدي نفس الدهور خلاص بقى حافز مستر كور عايز إيه حافز اللي ليه واللي عليه واللعيبة كمان لو وجدت فرجت على المتشاط بيدفعوا بطريقة غير طبيعية يعني عشر متشاط ياخد فيهم جون واحد دي حاجة روعة يعني اللعيبة كلها بتحافز بعض دلوقتي اللعيبة كلها بتعندها شخصية الفوز فيه اللعيبة دلوقتي بتمميزة جدا يعني مستر كور الفوقم حسيني الشحات عمل متشاط هايلة برسيتها وعمل متشاط هايلة بردو لو وجد نظرك بما أنك بتتكلم عن اللعيبة يعني بالنط لكن ماشي اللعيبة دي ازاي فاق يعني ما همن الأول هم لعيبة هو أحصل لش حد حد يعني يقول إنه هو مش لعيب فلان حدي يقول إنه هو مش لعيب إلي حصل اللي حصل هو هما بقيت صدقوا مستر كوره هما اللعيبة اللعيبة بقت صدقوا مستر كوره مهم جد اللعيبة يبقى واثق في المدير الفني زي مستمران وجوزيكة زي ما حدا كنت بتالعب وأنا كنت موجود كنت انت بتبقى واثق في مستمران وجوزيesty وهو بقى يصق فيهم جداً وكويس جداً لما يبقى مدير فن كبير بحجم كولر يتكلم مع اللعيبة اللي يضيهم ثقة ويضيهم تاكتك في الملعب ويطبقوا ويفراجهم على اللي هما بيعملوه فاللعيبة بدأت عندها نشو تلفوز بدأت عندهم اللي هما عايزين يعملوا حاجة للنفسهم والأهم من كل ده كمان الجمهور يا كابتن يعني الجمهور كانت حاجة ميزة جداً اللي هو في ظهر نادلالي يعني أنا شايف الجمهور ده حتى نادلالي هو وحشي في ظهر الجمهور نادلالي ده حاجة مميزة جداً فاللعيبة حاست كده اللعيبة حاست الجمهور بقى حاجة أساسية بالنسبة للنادلالي ومسترخ كولر كمان حاس اللعيبة اللي كانت لازم تاخد ثقة ويضيهم ثقة والحمد الله بعد مطش السنداونز راح القطني كاميرون كسبة 4 وعملوا مطش مميز صح ده بعديها اللعيبة صدقت اللي اعتقد أن المطش ده فرق كثير طبعاً بعد ما حدث في مباراة سنداونز ثاني نقطة أو ثاني نقطة التحول هي مباراة القطني طبعاً والفوز باربعة آداء طبعاً وخارج أرضك ما كان الفريق يعني طبعاً 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 ما ممكن تبقى الفريق ضعيف وانت ضعيف فهدك سبعت صفر أو تتعادل أو تخسر لا اللعيبة بعد المطش ده كمان اللعيبة خادت عادة عن نفسها لا توصل للنهاي حتى المطش كامل كابت أن إسلام لو تفرجت عليه لا اللعيبة كان فيه شغل باين تك 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 باين جداً من تحت ومن فوق اللعيبة كلها كانت يعني كل واحد تحس لو عايز يدي 100% اللعيبة كلها كانت عندها روح ده كانت روح ناد الأهلي من بعدها كابتن إسلام الناد الأهلي مخسر شواله مطشي الناد الأهلي كان ماشي كويس جداً لغاية آخر مطشي التراجي ناد الأهلي بعمل مطشي على أعلى مستوى ووصل للنهائي أكيد النهائي ليه متطلبات تانية خالص أنا واسق مليون في المية بس ده لسه بدر عليه فيه 3 مطشات الأهلي برضو عايزي البكرة أمبي إنت مع هذا الكلام أو مع هذا الوضع أننا دايما نقفل الملف في الغاية لما أجي أفتحه مرة تانية يعني أنا دلوقتي كل تفكيري أننا ألعب 3 مباراة أمبي وجيش وكيلو باطرا سيروميكا كيلو باطرا ثم أبتدي أفكر في مباراة الوداد مليون في المية مع هذا الوضع طبعا إنت مدرستك كده هتبقى طبعا كل مطشي وليه ظروفه كل بطولة وليها ظروفها تجي في توقيتها لأ فيه دوري نحن عايزين ناخد دوري ناد الأهلي بطولته المفضلة عايزين ياخد دوري وبالسونا دي ما أخدش دوري فلازم يركز جدا في الثلاث مطشات ما بقاش فيه فكرة تشتيت عشان الثلاث مطشات دولة الأهلي خادهم بتسعة بونت سيخلي ناد الأهلي خاد الدوري بنسبة تسعين في المية أو بتسعة و تسعين في المية يبدأ بقى يركز في مطش الوداد وهو داخل معنويا منتاشي وبدنيا وزهنيا عشان مطش النهائي ده مختلف مختلف كل مختلف كل في اللاعب وفي التاكتك وفي الأسلوب فوردة الوداد برضو يعني غير سانداونز خالص سانداونز خالص غير سانداونز نهائي يعني فلازم نلعب بزكاء جدا ولازم نحسن الأخطاء بتاع سلي فاتت متاع مطش الوداد نشوف أخطاء ايه عملناها في المطش الوداد سانيا فاتت جوه الملعب وبره الملعب لازم نبقى عارفين الوداد بتلعب ازاي طريت لعبات ازاي وخارج الملعب عشان مطش الملعب برضو يبقى مطش صعب جدا فلازم نبقى احنا راحينو محضرين الأجواء ومحضرين كل حاجة عشان مروح ما نتفاجئش وان شاء الله ناد الأهلي اصلا فاتر ده فايق جدا واللعب كلها فايقة جدا طول ما انت فايق انا مخافش عن هذا الأهلي بس طيب في مثل هذه الظروف انت كلعيب بما انك لسه مبطل يعني ملحقتش لكن انت كلعيب كيف هتفكر هتفكر في الثلاث مطشات برضو بس ولا ما ينفعش ما هفكرش في الوداد لا لازم افكر مطش كله يعني بكرا الامبي هفكر في امبي بعد امبي المطش اللي بعديه بعد امبي مطش سراميكا بعد سراميكا ابدأ بقى افكر في النهاية عشان دماغي ما تشتتش عشان كل مطش ليه بطولة كابتن يعني بكرا الدورة ده مهمة جدا انا ممكن اخذ بطولة افريقيا وما اخذش الدورة الجمهور هيزعل او الناس هتزعل فدي بطولة والنادي الاهلي كمان السنة دي فايق فالنهار ده النادي الاهلي السنة دي حاطت طرجة لو ياخد كل بطولات يعني عجبني جدا مصر الكورر قال لهم انا كابتن ساركا بيتكلم قال لهم انا نفسي في بطولات انا جعان بطولات فعايز اوديهم ميسج للناس كلها انا مش هسيبه ولا بطولة انا هشتغل على كل بطولة فلازم اللعيب يبقى نبركز في مطش بكرا خلص مطش بكرا ان شاء الله الاهلي يكسب اللي بعديه اللي بعديه مطش النهائي ده كابتن ليه حسابات تاني خالص وفكري تاني خالص يعني مش وقته خالص ده ده احنا نقفل الصفحة ونركز في الدورة يعني بما اننا بنتكلم عن الدوري خلينا نطلع نشوف اخر استعلالات نادي الاهلي لمباراة غدا ضد نادي امبي ونرجع نكمل طيب دي كانت اخر استعلالات نادي الاهلي لمباراة نادي امبي من وجهة نظرك يا عمره هل مرسيل كولر سيحافظ على الشكل العام للنادي الاهلي ولا من الممكن ان نرى بعض التغييرات اكيد من المهم يعني هيغير الشكل تاني فيه لعبة تانية هتلعب بكرا عشان خاطر فيه لعبة مجهدة انا شايف اللي فيه اكتر من لعب مجهد علي معلول الكهربا برستاة واحسين الشحات دول مجهدين جدا الفترة اللي فاتت انا واسك لهو ممكن يغير في التشكيل وهو دلوقتي هو فيه مدرسة انا اسف بس هو فيه مدرسة تقولك ايه يغير وفيه مدرسة يقولك لا لازم بكرا يبدأ بالتشكيل اللي بيلعب بيه في الفترة الاخيرة على اساس ان هو دي اول مباراة بعد اربعين يوم ستة وتلاتين سبعة وتلاتين يوم والعودة للدوري فلازم ان شاء الله ربنا يكرم و تكسب ان شاء الله بإذن الله اي حد موجود هيكسب ان تلعيب في ناتل الاخير انت عندك تلاتين لعيب في القايمة اعتبر التلاتين لعيب لعيبة مميزة بس يا كابتن اسلام الفترة اللي فاتت دي كان فيه ضغط نفسي و الفترة اللي فاتت كان فيه مشطيئة جدا فيه لعيبة بتلعب تسعين دقيقة يعني على معلول لعب فترة كلها كهربا اللي فترة كلها حسين الشحات لازم نريح برستاة لازم نريح لعب دي شوية نعم عشان يبدأ يجاهز الموجودين و انا يواصل من الف المية حتى الموجود فايق يعني و كمان النادل قالي يعني انا شايف القايمة اي لعيب مميز و ما ينفعش اللعيبة اللي هي مجهدة دي كابتن ممكن يقدر لها بكرة حاجة تحصل الاصابة دلوقتي في التوقيت ده بالذات في اخر السيزن ده الاصابة ما بتقعدش يوم ولا يومين ولا ثلاثة بتقعد فترة كبيرة يعني يعني الشيناه و لما جاله شد قالك اسبوعين بزبط عشان نهاية سيزن لو في اول سيزن كم ممكن تاخد اسبوع ياخد خمسة ايام بس نهاية سيزن من كتر الماتشاط اي اصابة اي عضلة اي حاجة تاخد فترة طويلة جدا غير انها هتاخد فترة طويلة حيضيع منك عدد ماتشاط او مش عدد ماتشاط اهمية الماتشاط هتبقى اكتر انت في اخر السنة عندما سؤل جواريديول انت اخدت يالهم انا ماخدش حاجة انا فضيلي تلات ماتشاط ماتش في الدوري اكسبوا اخد الدوري وماتش في كاسل اتحاد ضد منشستر اكسبوا اخد كاسل اتحاد وماتش في نهاية دوري الابطال اكسبوا انا خدت الدوري الابطال لكن لو انا خسرت التلاتة ولا خدت بالظبط هو ده زكاء فده مهم جدا اكيد فيه كواسات ده برضو دعوة كابتن اسلام كوره حديثة الان فيه كواسات بيبقى بيبين انت الجهاد عندك ازاي 100% لا 80% لا 90% انا واسك اللي هو اكيد وعارف اللي لي وعليه مستر كولر وأنا برضو شايف اللعب كلها فائة كابتن يعني الماضي اللي فات أنا كنت بتفرج في الاستاد لا كل اللي بيطلع وبينزل اللعبة يعني جعانة كورا عايزة تلعب عايزة تقدي عايزة تقول لي ناس أنا موجود عايزة تشتغل أفشة طهر محمد طهر اللعب دي كلها لعب مواز محمد شريف اللعب دي كلها لطي كل شي عن اللعبة اللي بتلعب أساسي يعني أنا وجهة نازل لازم نرايح شوية اللعبة عشان لو أي إصابة في الفترة دي لا هيوع كتير يعني دايما مثل هذه المباراة مباراة أمبي انت لعبت عشر سنين لعبت مباراة أمبي ولعبت في أمبي برضو فترة طويلة جدا مثل هذه المباراة أمبي دايما مهما كانت الظروف بتبقى مباراة صعبة وليست خصوصا بعد التفوق الواضح الحقيقة مؤخرا لنادي أمبي مع كابتن تامر مصطفى والشغل الحقيقة اللي عامله يعني تامر راح الجنة الأمور ما كانتش جيدة مقصة الأمور ما كانتش جيدة الحقيقة مع أمبي ماشي بشكل رائع جدا صعوبة المباراة من وجهة نازل لا أمبي داخلها يعني مرتاحة بلغة الكرة خلاص هم قاعدوا في الدورة خلاص بنسبة 100% معهم مدرب بقولوا فترة شهرين ثلاثة محفظهم على طريق لعب معينة بيبدأوا كرة بين تحت وبيلعبوا ما بيخفوش بيعتمد عن ناشئين ماتش بكرة نشافل هو صعب وسهل صعب لو نادل أهلي مهتمش بالمطش 100% وسهل لو نادل أهلي نازل مركز زي كل مرة بينزل عايزي يخلص من بدري عايزي يجيبي تاتا بون يعني مهتمش أو الموضع ينزل مهتمش أنا فاهم طبعا يعني مش مد المطش ترجيز 100% يعني هو راح أمبي غير مراحل وداد هو راح أمبي غير ملاعبه راح الترجي فلازم يبقى مركز 100% في كل تفصيلة سواء ترجي وداد أمبي نادل أهلي هو كده نادل أهلي كده لازم تبقى مركز في كل تفصيلة يعني الناس مش هتقبل بقى لي من فوز مش هتقبل دلوقتي بقى لي من اللي انت فيه يعني لو انت قليت الناس هتزعل ما قال لي انت بقى لك 19 مطشات ماشي كويس جدا وماشي برتم كويس جدا فلازم تبقى محافظ على الرتم ده اللي بيلعب أساسي أو اللي هياخد فرصة كل الناس لازم تبقى محافظ على الرتم ده عشان تبقى حابب تبقى موجود وحابب تمثل شير تنادل أهلي فلازم تبقى مركز في كل التفصيل الصغيرة يعني علي معلول رأيك فأداء علي معلول يعني نفس المكان اللي هو كان بلعب فيه اللي انت كنت بتلعب فيه يعني علي معلول اللعب كبير أوكات لعب من اللعبة اللي أنا بحب أتفرج عليه جدا عنده حلول عن شخصية بيعجبني فيه جدا كابتن برضو اللي هو حسب موجرات المطش يعني ممكن في المؤول المطش مثلا النادل أهلي خش في جون لا هو مركز النادل أهلي كسبان هو مركز يعني تلاقي اللعب الوحيد أو من كتر اللعبة اللي تلاقي اللي 95 دقيقة كابتن بيليديلك بنفس الرتن وحاجة مميزة كمان في علي معلول لكبتن اللي هو لو 34 أسبوع مثلا علي لعب 32 هيديلك 8 من 10 طول الوقت طول الوقت 8 من 10 علي معلول لو وحش قوي هديك 6 فده اللعب الكبير ده اللعب المميز ده اللعب اللي هو الناس طول الوقت هتفكرهم ده كلام مهم جدا اللي انت بتقوله ده جدا لعب نادي الأهلي كابتن كايش слишком متحول يا عشرة كايش انا version 8 من 6 إلى 8 4 sareب ما فيقول لك عن 7 إلى 8 6 مستعار بد Biz 2020 غير أثنية عشرة الأنار النادي الأهلي 8 9 10 10 7 وحش VR من 6 هذا الأنضب معذلك نوع من المطالب طول الوقت عندما تبقى مستحول سابعة цен Itsul عندنا هذا الكلام. مثلاً، لم أتش تندون، مثلاً. ندل أليه كان كله يوم ويوم مقالص. لما الأهل خسر، لا، لعبها فائد بسرعة. لم أتشعى طول بعدها بربعة يام، لا تفوق. الدينة تقلبت بمعنى الكورة يعني. فلازم تفوق. ما ينفعش تبقى أنت فيه النهاردة خسارة فإنت دماغك تتشتت. أو لا، هذا نواحش. إعفل الصفحة والدينة تمانية من عشرة والدينة تسعة من عشرة. أنا شايف اللعيب المميز حتى في أوروبا. مانشيستر سيتي أو ريل مدريد أو أي حد بيجيب بطولة. لازم اللعيب المميز بيبالي سعر. لازم يديك تمانية من عشرة كل موات شكراً. طيب. أمبي على رغم أنه باع عدد كبير من اللعبين. مصطفى شلبي دينوبيتر على ما أتذكر. جون إبوكا. مجموعة كبيرة من اللعبين. ولكن أعتقد أن المستوهم تأثر في بداية الموسم ثم عادة سريعاً. أنا لم أكن موجود في أمبي لعبة عشر سنين وكنت كابتن النادي. طوال الوقت يعتمد على النشئين. عنده قاعدة نشئين هائلة كابتن إسلام. وكابتن إمام محمدين نعينه برضو حلوة جداً في اللعيبة. وبيطلع لعبة كثيرة جداً من تحت. وبيبقى أصلاً قبل ما يتعاقته مع المدير الفني. بيبقى مهتمين جداً اللي هو بيبص على نشئين. فالسنة دي بصراحة عاملين حاجة ميكس حلوة جداً. أو كذا العيب في الفرقة جابين العجوز. لعبة عندها دلوقتي خبرات مع أربع خمسة من النشئين. عاملين ميكس حلو جداً. بس كان في أول الموسم ما كانوش لسه دخلوه مع بعض. ما كانوش لسه حافظين بعض. لسه لا يوجد انسجام خالص. بس كابتن تامر جي بقى عملهم الانسجام. وخلى فيه سيستم تامرين وفيه سيستم ماتش. وخطة لعب. اللعبة نجحت عندها الباور وعندها الفكر. التكتيكي هو مصغرين. نفس الفكر التكتيكي بتاع الفريل الأول. فهولا اللعبة ماشية كويس جداً. وأنا أعتقد لو كابتن تامر مصطفى قاعد بعامل السنة الجاية. هيبوا في حتة كويسة جداً جداً. أخيراً أهم نقاط القوة والضعف اللي موجودة في أمبي. عندهم. أنا عارف تتفرج دائم. على طول. بتفرج على الدور كله. بتفرج على أمبي طبعاً. عندهم قفة لعيب فرد. راس حربة. لعيب هايل. جثمانياً. تعالك اللي قال لي على أفة ده. علاء إبراهيم على ما أتذكر. أيوة كمسكو في الشراء الدخان. صح؟ كمسكو في الشراء الدخان. يبقى كابتن علاء إبراهيم لما جاء. لعيب فرود بمعنى كلمة فرود تسعة. اللي هو اللعيب الجثمانية. اللي بلعب الدماغة كويس بيحجز كويس. ده لعيب مميز جداً. كل القوارة العرضية بيبقى يعني خطرة. عندهم علي فوزي الباكرايت. لعيب برضو مميز جداً بيعني كوروسات. خبرة جداً. لعيب مميز دلوقتي. بقى أربع خمسين في داره ممتاز. وبيلعب بصفة أساسية. بقى عنده الخبرات اللي هو بقى لعيب مميز. ولعب ماتشاك كتير مع الأهل والزمالك. ولسه كان جايب جون قدام الزمالك من شهر ونصف. فلعيب مميز يعني. ماتشاك النهاردة يا شباب. قول لي قبل ما نسيب كابتان عمر عملت إيه؟ فضل. عنده لعيب العجوز برضو نص ملعب لعيب هايل. عنده شاك شاك لعيب هايل. أنا شايف في نقطة ضعف أمبي. في الدفاع برضو ما بيقفوش صح في الكور السابتة كابتان إسلام. الكور السابتة عندهم ما بيقفوش مية في المية. الاختراكات من النص في المساكين برضو بيبقوا بطاقة. عندهم اثنين مساكين بطاقة شوية. فهي دي أكتر عيبهم. بس هما كان لعيبة كوالتي النص الأمامي من نص ملع نص الأمامي بينافزوها كويس جدا جدا جدا. المصري كسب الاتحاد اثنين واحد. ده في مباريات اليوم. المقاولين وطلاع الجيش سفر سفر. دي المباريات اللي كانت. اه كان فيه ماتش تالت. مين؟ مين؟ الزمالك والداخلية عملوا ايه؟ واحد واحد؟ الزمالك والداخلية تعدوا واحد واحد. اتفرقت انا على الماتشات. الفترة دي اخر سبع سابعة سبيحة. هتلاقي الدور صعب جدا. النقطة بحساب. الدور بقى صعب قوي دلوقتي. انت شاف الداخلية والزمالك يعني ماتش كان جامل جدا. كان عمل ماتش هايل النهاردة. كان عمال ماتش هايل. كان عامل ماتش هايل النهاردة. عجبني جدا. كان عمال ماتش كبير يعني. اتفرقت على ماتش كله. الى المقاولين. مدرب هايل. اللي هو مسكني في أسوان مدرب هو على قد مكانات اللعيبة على قد فكرة اللعيبة بيشغل عليه وحافظ السيستم معين وبيركز على حاجات معينة كور السابتة وتوقف صح زي كابتون طار العاشر برضو بيتم بحاجات بالتفاصيل الصغيرة بتاعت اللعيب الكورة حتى اختيارات اللعيب بيحب اللعيب الطويل اللعيب القوي اللعيب اللي بيلعب بكورسات كويس هو ماشي بالسيستم ده ونجح بي يعني النهارده برضو المولين وطلع الجيش صفر صفر نتيجة بالنسبة لأنه المولين مرضية بالنسبة لطلع الجيش مش مرضية طلع الجيش دلوقتي ستة وعشرين يعني قبل الأخير في الترتيب طبعا مش ده طلع الجيش اللي احنا بتعودين عليه السنين اللي فاتت اللي هو بيبقى السنة فينك الرابعة قبل الأخير عارس حرس وطلع الجيش قبل الأخير والدخلية والبنك وأسوان وسراميكا أنا أحافظ بأن أتراجع دوره كتير، فأنا أحافظ بالضبط الترتيب، فالنهاردة النقطة دي مش في صلاحهم، بالنسبة للمؤلين لها هي في صلاحهم طبعاً، ماشيين كواسي السنادي مع كابتن شاوئي، عاملين موتشاط هايلة، سالفاتك كانوا بنفسوا على الهبوط، السنادي كابتن شاوئي ماشي معام كواس جداً، وقعدوا في الدوري، وكمان السنادي كابتن شاوئي عامل حاجة مميزة جداً، لعب كمية ناشئين هايلة، واعتمد على الناشئين، واعتمد على اللع اللعبة اللي هي الصغارة في السن، وبصراحة نجح فيها يعني، وبالنسبة بقى للاتحاد والمصري كان ماتشي جامد جداً، ماتشي حلو قوي، جامد جداً، بمناسبة، وإحنا بنتكلم لأنه أنا زعلان جداً من محمود علاء واللي عمله محمود علاء الحقيق، على الرغم من أنا، يعني محمود لعب على إيدي، يعني تعرف أنه كان بلعب في حرص الحدود في الأول، وكان الكابتن طريق العشري هو سبب في وجود محمود علاء في الفريق وتألق محمود علاء، فأول ماتشي كنا بنلعبه، كان المصري في بورسعيد الأهلي السوري الحرص الحدود والمصري، ومحمود لعب جنبي، كنت بلعب ستوبر الماتشي ده، وكابتن عن طريق العشري جي وقال لي أستمخي لبالك عشان نعيب صغير وبتاع فنتكلم معاه كتير وكده، فأنا مستغرب جداً من اللي محمود بيعمله الحقيقة يوجد عباب كيابتن، فأنا ممكن أن تكون دي ضغوط، ضغوط عليه، ولكن إNe فريق ما بين اللعب الكبير والنجم والمحترم؟ بطوله عمره محترم، عمره المشوف مهم بكلامه حتى مع اللعيبة بأسلوبه ممكن أعترض ما فيش مشكلة بس اللي حصل النهاردة ما ينفعش يتعامل من لعيب كبير ما ينفعش يتعامل من لعيب كبير ما ينفعش يتعامل من لعيب لعب منتخب مصر ولعب في ناد الزمالك وخب بطولات لأ بالعكس لازم يبقى أهدى من كده ولازم يبقى عنده الهدوء بتاعه حتى لو الحاكم غلط أو ما غلطش لازم يطلع بهدوء واحترام لعيبة في طول الوقت كابتان إسلام ما احنا منعترض وانا بلعب كان فيه حاجات كتير جدا بتظلم فيها بس عمري ما في حياتي ما ولا شوحت الحاكم ولا عملت حاجة غلط ولا حاجة برا المألوف للناس كلها بتتفرج ولكن ان انت تصل لهذه المرحلة انا استغربت جدا يمكن عشان انا عارف محمود فاستغربت ممكن يكون انا وجهة نظر ده ضغط عصبي كبير أو عليه ما استحملش الضغوط بس انت لو لعيب كبير وابتلع في نادي جمهير لازم عندك ضغوط ولازم عندك سبات مفعالي لازم عندك سبات مفعالي كويس جدا فاتمنى اللي هو يتعلم من الأخطاء دي مصري مع كابتن ميمي عبدالرازق عمل شغل كويس والله انا امتيالي كابتن ميمي يعني اللعيبة لقت نفسها ومعهم كابتن احمد الكازي طبعا مدرب كبير ومعهم طريق السيد يعني الجهاز الفنه كله يعني انا امتيالي النادي المصري كان نقص اللعيبة تتعامل نفسية فهم جمع عملوا اللعيبة نفسية اللعيبة عندها سكوات كابتن ميمي الرجل لطيف جدا ندمه خفيف وحاجة جميلة وكابتن احمد الكاز وكابتر إسايا كلهم لعيبة برضو لعيبة هيلة نادي المصري عنده سكوات على أعلى مستوى وعمليني صفقات السنة دي جمدة جدا براس كابتن مستر كامل أبو علي عمل حاجة هيلة يعني فانا شايف اللي هو كان نقصين بس نفسيا وكابتن ميمي ادهالهم فاللعيبة بتلعب ومشين كويس جدا عندهم أربعين نقطة دلوقتي ومشين خامس أو سادس مين هي الأقرب من وجهة نظرك للنزول يعني حرص الحدود بنسبة 99 أو 100% يمكن مش عارف براس كابتن هو دلوقتي صعب جدا تقول هو الحرص الحدود بس الوحيد اللي دلوقتي بقى مضامن بنسبة 90% لو هو ينزل لدرجة تانية فيه بتاع سبعة تمام فرق صعب جدا تقول عن طلاق الجيش فيه سراميكا فيه إسماعيلي فيه طلاق غز المحلة غز المحلة 31 كل اللي عنده 31 كابتن فيما تحت كل ده مهدد بالهبود كل ده مهدد بالهبود ما هو إيه الغزل والبنك برضو لغدية يعني خلاص أصوار غز المحلة 1 يعني عندك طلاق الجيش عندك سراميكا عندك غز المحلة عندك البنك الأهلي عندك الإسماعيلي عندك أسوان كل الفرق دي مهدد بالهبود الداخلية السباح تمام فرق دولا كابتن صعب جدا تحدد من ينزل السباح فيرة بارد بالعيبة عندها كبيرة سيراميكا 32 31 سيراميكا 31 والأوسوان 31 والجيس 26 والدخلية 29 تغيرت الإسماعيلي بعد 35 إسماعيلي 32 35 32 أنا حفظ جده الكل حفظ جده كله تفرج عليهم بس الإسماعيلي بنسبة كبيرة يعني خلاص ضمره هو موجود وعنده متشاط في أرضه كتير جدا وهيكسب يعني كده كده هيكسب الناس يعني موجود كابتن حمزة جمال عمل شغل كويس جدا أنا لعبت معه مسانا اللي فاتت ومرنا بنفس الظروف كابتن حمزة بيقع في تعامل مع اللعيبة وتعامل مع مجرات المهاضش ودي اللعيبة صحيح جمدة جدا في المتشاط وبيذكر كويس جدا جدا الفرق اللي بيلعبها فهيلعب عليها وأنا وصك كابتن حمزة جمال هيقعد الإسماعيلي في الدوري عموما نتمنى رب إن احنا نشوف الدوري بشكل رائع حقيقة الفترة اللي فاتت دي الدوري جاية جدا لا ينقصنا شيء إلا أن تعاد شكل الحكام خلال الفترة وجهة نظري نحن عندنا مشكلة كبيرة ما زالت عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع التحكيم ولا إيه رأيك موضوع بنسبك لا فيه فعلا مشكلة كبيرة بس أنا شايف اللي الناس يعني فيه ناس بتخطأ وناس ما بتخطأش بس أنا شايف اللي التحكيم لازم يعني كابتن لازم نزاكه قوي لازم اتفرغ عمشات كتير في أوروبا لازم يشوف الأخطاء لازم أن كل خطأ الرئيس لجنة الحكام يجيبهم ويتكلم معاهم ويشوفوا طول الوقت وطول ما انت بتذاكر كل شوية أخطاك هتقل ما عرفش بصراحة بس أنا كابتن عندي حاجة طول ما انت بتذاكر انت جاكت هتبقى مخطئ في حاجة كتير بس طول ما انت بتذاكر أخطاك بتقل بدل ما بعشر غلطات مثلا هيبقوا تمانية بعدها هيبقوا سبعة بعدها بوسيتة بعدها الحاجة اللي انت فتكرت ان انت عملتها مش هتعملها تاني مش هتعملها طول ما انت بتذاكر بالزبط أو رئيس لجنة الحكام طول الوقت بيجيبها كل أسبوع انت عملتها غلط لا انت مش عارف ايه فدي مشكلة كبيرة جدا خد بارك كابتن برضو انت مشكلة تغلط بس المشكلة نفس الأخطاء هي دي المصيبة بعدين دايما نقول لك بتضيع بطولة وبتضيع مطشوق وتضيع فرقة وتفترفع صرفة ملايين وتنزل درجة تانية يعني حاجات كثيرة جدا صعبة لازم نستطيع المساواف الظلم عادل يعني لو انت بتظلم في اتخاذ قرار انت طبعا ما تعرفش ان انت بتظلم ولكن حتى في دي القرار لازم يبقى واحد المصطرة واحدة تعرف لأول مصطرة واحدة مع أحمر وبيض وزرق وأحمر ووسود وأورنج وكل الكلام ده واخدر هتلاقي ان الدنيا محدش بيتكلم ان هي مصطرة واحدة لكن انت مع الاهلي اعمل حاجة ومع الزمالك اعمل حاجة تانية ومع الاسماعيلي اعمل حاجة تالية ما ينفعش لا صعب جدا لا وكمان في حاجة دلوقتي تبقى فيه فار يعني انت بتتساعد دلوقتي بنسبة 80% على الوقت اي قرار بتاخده صح او غلط الفار بيعمل لك تشيك علي صحيح ده حاجة مميزة يعني انت مفوت أخطاقك أصلا تقل مش أخطاقك تكتر يعني اتمنى اللجنة حكام السنة الجاية يقفوا وقفة يعني على اعلى مستوى كمان معهم خبير يعني اجنابي لازم يستفدوا منه كويس جدا فأتمنى التحكيم لو وصل لمرحلة عالية الدورة المصري بقى في حتة تانية ان شاء الله بإذن الله عمر انا اتبسطت جدا ان انت بوجود معي اتبسطت جدا بطبعا تاريخك سواء في كل الأندية اللي انت لعبت فيها وان شاء الله انا متأكد ان انت هتصل الى ما تريده من خلال الفترة القادمة او من خلال مستقبلك سواء في التحليل في قناة الحياة او في الناحية الادارية او الناحية الفنية اتمنى لك يا رب بكل التوفيق حبيبك كابتسلام انا مبسوط جدا معك طايما انت اخوات كبير وعشرة عمر والله والعبت معك وكان شرف ليلة انا بقى لعب معك طبعا كابتن ومبسوط جدا انا هنا في قناة الناد الاهلي في بيتي وربنا خليك على الكلام الكويس ده والاستاذ محمود صبري في ضيافة البيت